صرح ممثل أوكراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا يفهين سيمبلوك خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن روسيا لم تسحب سوى 12 ألف جنديا من أصل 100 ألف من الحدود الأوكرانية كما أشار إلى أن رغبة روسيا بتقويض الدولة الأوكرانية لم تتغير لطالما تحدث الرئيس بوتين عن حقيقة أن الروس والأوكرانيين شعب واحد لكن بعد 30 عاما من انهيار الاتحاد السوفيتي ما زال يمارس ذات السياسة وهي سجن الأمم ضمن حدود الإمبراطورية الروسية وقد حان الوقت للقيادة الروسية للاعتراف بالواقع والسماح لأوكرانيا بالعيش بسلام كدولة قومية ذات سيادة